طيب أروح مع سيادتك للماذا تخلفنا ولماذا تقدم الآخرون حقيقة الكتاب شكله دسم سيادتك كنت عايز تقول إيه في الكتاب ده هو طبعاً عنوان واضح يعني إحنا طيب إحنا إيه اللي خلنا تخلفنا بالضبط كده يعني ليه ليه إحنا يعني كان عندنا حضارة قوية جداً كان عندنا تقدم كان عندنا التكنولوجيا بالمعنى القديم للكلمة كان عندنا مستشفيات كان قبل غيرنا ثم بدأت عملية التظاهر إلى أن وصلنا لدرجة أن مصر تصبح دولة أو بلد محتل كم الفرنسوين الأول وبعدين كم الإنجليز سنة 1882 وقعدوا على قلبنا حوالي 80 سنة لغاية 1954 لما يعني غادر آخر جندي بريطاني إيه اللي حصل أنا بقول أن هناك خلط في هذا التفكير يعني ما بين في هذه الإشكالية إشكالية التخلف والتقدم ما بين الظواهر والأسباب إحنا منفكر في الزواهر أقولك إحنا متخلفين لأننا فقرة إحنا متخلفين لأن عندنا جهل لا إحنا جهلة عندنا جهل بقلنا مئات سنين لأن عندنا تخلف عندنا فقر لأن عندنا تخلف الدول اللي تقدمت عندها غنى عشان متقدمة وليس العكس هي مش تقدمت لأنها غدية هي أصبحت غنية لأنها تقدمت وتقدمت إزاي؟ تقدمت بأنها كسر اللي رجع لبداية للحوار اللي بيننا لو كان السادة المشاهدين متابعين من البداية كسر القوالب الأديمة محاولة التجديد محاولة الخروج من التخويف التخويف والإرهاب باسم الدين وباسم القديم وباسم التقاليد كل حاجة لازم تتحدى على المستوى الشخص يا أخي دا كان زمان مثلا يا البنت الكبيرة لازم تتجوز قبل الزغيرة ويا ما أسر تحطمت بنات حابة وخلاص وحيتجوزه حياته متحطمت لأن أختها كبيرة ما تجوزتش أنا بدي مثال بسيط جدا جدا لكن هناك مئات الأمثلة على هذا دا كان زمان لما واحد يتعرف إنه بيحبه واحدة أهل البنت يرفضوا يجوزوا هذا قالوا ليه ليه دا بيحبها هو يعني وداخل من الباب أشهر حاجة هو بتاعت هذا بقى في الأمثلة بتاع دا اسمه إيه دا قيس قيس وليلة هي ليلة دي أبوها رفض ليه جوزها قيس لأنه عمل شعر حب عنه قالوا أنت عملت شعر حب عنه لا تتزوج هي دي القصة الحقيقية لأنه لأنه عمل شعر حب عنه ما يتجوزها دي تقاليد ترجمة نانسي قنقر